هذا الإمام الكبير كان يتوضأ في قيامه للليل سبعة أو ثماني مرات سأله بعض من حوله من طلابه أو من أهله عن سبب ذلك يعني يصلي مثلا ما شاء الله أن يصلي في الليل ثم يذهب فيتوضأ ثم يصلي ما شاء الله أن يصلي ثم يذهب فيتوضأ فسئل عن ذلك فقال ما تطيب لي الصلاة إلا وأعضاء رطبة تأملوا هذه الكلمة العجيبة ما تطيب لي الصلاة إلا وأعضاء رطبة بمعنى أنني لا أستلذ الصلاة ولا أشعر بحلاوتها ولا أتدبر ولا أخشع إلا إذا كانت أعضائي رطبة ما زال عليها أثر الماء أو بلل الماء أو نداوة الماء ورطوبته فإذا زالت رطوبة الماء عني بالكامل أشعر بضعف في الخشوع في الصلاة وفي ذهاب لحلاوة الصلاة فعند ذلك أذهب فأتوضأ